اه هكمل الوقت معاكو يا شباب الجزء بتاع الاسبيشيال لي اوتس انا قلت عملت قبل كده فيديو الهو 13 ده اسبيشيال لي اوتس واحد نخلي ده اتنين ونفش نكمل على شوية لي اوتس اللي بوا دي او ناخد افكار جديدة خلينا متفقين ان مش لازم انت اي حاجة تاخدها او مش لازم يعني مش لازم مسلا فيه امتحان يواجيلك حاجة من دول حسن لما تخرج هلاقي حاجة من دول لأ الحاجات دي بس ايه تزيليك من هي بتساعدك انك انت ازاي تختار السيستم ازاي تروس ازاي مسلا تاخد كطاع ازاي ترسم كويس بس يعني دي فيها بس لما تسعين في المية ممكن من الحالات اللي ممكن تقابلك يعني ممكن ناخد حتة من هنا على حتة من هنا نشغلهم مع بعض في في ارض مثلا عادي بس انت بس تكون رسمتهم فكنك تسبت مهارات كل الكيس دي كلها فخلاص هتبقى انت اي 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 قوت هاجيلك سواء كان خرصانة ستيل اي حاجة هتعرفت ايه ترسين كويس ترسين كويس ترسين كويس وكلام ده طيب. انا عايز اعمل فوكس على ايه النهاردة? انا عايز اعمل فوكس على اه لو جالي مثلا لو جالي كتعة ارض. كتعة ارض تمام? وجوه في النص عايز يعمل او عايز اعمل اه فتحة او عايز احط هنا ايه النفرة راقصة مثلا او عايز اعمل هنا مثلا داينينج اوبنينج مثلا او داينينج اريا مثلا عايز اعمل حتة هنا هون مثلا تكون مفتوحة للسماء حتة مثلا تكون مثلا متسقفة ازاز اي حاجة بس ما يكونش هنا فيه ايه فيه سيستم في الفويت دي يعني عندي ارض ارض مستطيلة او ارض ايه ارض مربعة وعندي في النص فيه فويت الفويت ده بقى ممكن يكون على شكل مسلس شكل مربع شكل دايرة شكل خماسي سداسي ايا كان هنعرف ان اتعمل معا ازاي اه الكيس اللي انا هابدأ اتكلم عليها دلوقتي نخليها نبدأ بدي لها الارض بتاعت عرضها اربعين متر ارض بتاعت عرضها اربعين متر والطول بتاعي كاملا دا سق اتنين وسبعين متر والمسلس دا او ال اوبنينج اريا دي عندي دي مفروض ما يبقاش فيها ايه من سيستم ارتفاعها كاملا مش منس اربعة وعشرين متر وعرضها اه عشرين متر تمام وفوق فيه اربعة وعشرين متر وزحت فيه اربعة وعشرين متر فالطول ده كله 72 متر طيب عايزة ابدأ دلوقتي اروس فانا هبدأ اروس على الانهي اتجاه الطبيعي هبدأ اروس على الاربعين طيب الاربعين ده اكتر من الـ 28 فيبقى كده التراس بتاعي هيكون ايه بشبانس هيكون سبديفايد التراس بتاعي هيكون سبديفايد فهبدأ ان اروس في الاتجاه ده 1 2 3 ايا كان بقى دلوقتي دي 24 فيبقى دلوقتي المناسب ليه كان اللي هو 6 يعني هياخد انهو 4 سبيسنج بعدين هوصل لابداية المسلس الرجل هتطلق انهو 3 نقط التلات نقط دول معناهم ان دي اماكن تعرف تحط فيها عمدان تمام بس انت مفهاش تحط عمدان على ايه على دوتد لاينز دي بحيس ان دي اماكن الناس تعرف تخش منها يبقاش فيها عمود خالص فبس هي دي الاماكن بس اللي تعرف تحط فيها عمدان تحط بها عمود مدور خرصانة عمود مدور ستيل عمود مثلا مربع ستيل عمود اي براحتك بس دي المكان ده تعرف تحط فيها عمود حط في اي عقيا كان قطاع العمود اللي انت هتحطه بس ايه ترسمه لي احنا بس في لي اوت مهم القرصات كده اربعة سبيسنج طيب المسافة الفاضية دي عشان تحفظ عليه فاضية هتعمل ايه هتوصل ما بين الاعمال دي ابشماندس بايه بايه بكاميرا بجاك بيم او جاك ترس بكاميرا جاك بيم هيفي بيم او هيفي ابشماندس ترس هيفي بيم او هيفي ترس ده على حسب ايه وقلنا على حسب الطول الميت لو كان اقل من خمستاشر لو كان اقل من تمنتاشر سوري او تمنتاشر او اقل من عشرين فنعرف نشغله معانا ايه كهيفي بيم طيب لو كان اكتر من كده لازم يكون ايه ترس المهم يعني هتبدأ ترس كده في الاتجاه ده تيجي هنا هه هترمي بقى هنا في عمود راح رمى ايه رمى على الجاك ويحتاجي فاضية وهنا في عمود رمى ايه على الجاك ويحتاجي فاضية وهكذا هتكمل لغاية ما توصل هنا ايه طب هل الحتة دي محتاجة جاك لها مش محتاج جاك اصلا كهذا من سيستم ايه فوقها يعني انت هنا ما تعملش هيا باش بمهانا ما تعملش هيفي لو انت عملت بقى انت كده او انت بتهجس بقى انت شام حاجة المهم اتعنا نبدأ نشوف الراجل رص زي ده كده اربعين باش بمهانا ده كده اربعين العرض ده كده اهو اربعين تمام ده اربعين بدأ يرس اهو تمام اهو نازل اهو تاني رمى رمى اتنين اتنين انت استم ادي عمل اه وعمل هيفي ورمى من سيستم عليه ومن سيستم عليه وهنا عنده الراجل ايه عنده ايات اي اي بيرس اهو تمام بص على بتاعه لو انت اخدت واحد عادي خالص تراس عادي خالص ما فيش مشاكل اربعين يعني ايه يعني عشرة في ايه في اربعة متر. هنا مش هلسم بالتفصيل. طبعا ده تحط الطب والازو والصاج ومناسيب بتاعتك والميول والبرلن والبريسنج والكلام ده كله. هنا هتحط طبعا وتحط الصلاة هنا بتحط هريزونتل بريسنج بس طبعا مش هتحط هنا عشان بتسدش المكان نتخلين الناس منه هتحط هنا بس. تمام? تتأكد انه لكون من ثلاثين لخمسة وعشرين متر مستفى بين vertical horizontal bracing والhorizontal bracing من 30 ل 25 متر. ده ما فيه مشكلة. طب لما انا حبيت اخد سكشن اتنين. سكشن اتنين هو اللي في حتة صغيرة بس كده فكرة صغيرة. ان هو يكون رامي على ايه على الهي في ترس. دايما انا كنت بقول لك وانت بتاخد السكشن مفيش حاجة اسمها سكشن. خد الاكس. ارسم السنت اللاين. انا رسمت السنت اللاين بتاع ده. انا هرسم دوقتي السنت اللاين بتاع ده. ارسمه. فاسقطه من البلان. اشوف الحتة وصلت لقات فين اهو. اهو الاقي ان اهو وصل عملي ثلاث بكيات بس. اهو اخدت بس اسقاط اسقاط من هنا. انا سنت اللاين نزلت بيه نزلت بيه. لقيته ايه? جاب لي ثلاث بكيات. ومتشالة ايه ده ايه الاي ده باش مهندس. ده الهيفي بيم. طيب لو هي كنت محتاجة ايه في ترس البان لي ايه تبان لي ترس كنا قلنا في في ايه في في الفيديو اللي قابليه لتاع الاسبيشة اللي ايه او ات واحد. انوا حطين هنا ترس وقلنا الترس يكون كبير شوية بحيس ان هو يشيل. طب البيم ما فيهاش مشاكل تكون كده. انت فرض طبعا ايه الدبس بتاع البيم. طيب انا برسم الاكس ده. فيبان لي ايه باش مهندس فيبان لي من سيستم بالايه بالمنزر ده. ادي جزء من الترس ودي جزء من الترس ودي متشاهله على ايه ومتشاهله على ايه على ايه. طبعا انت انا اللي انا بقوله ده انت هترسمه بايدك مانيوال. يعني انت هترسم للشكل ده دلوقتي مانيوال. تمام? وانا ايه وانت اتفرج على الفيديو. طيب. اه وبعدين بقى طيب تعال نشو. دي كده كيس. ما فياش مشاكل خالص. العرض كنا اربعين فاق عرف حمد. طيب. نجاب لك بقى اه دي كيس تانية. العرض تمانية وستين. ولطول اتنين وكمباندس اتنين وسبعين. تمانية وستين وهو مش باندس واثنين وسبعين. هنا باش ماندس الرجل اختاره تمانية. فراسئ الiken السبيسنج تمانية. هنا برضه ممكن اختار بتاعي كامعة مش باندس تمانية. طيب الطول هنا هو اتنين وسبعين. وبعدين مسلس طيب العرض تباليون شتين. بس الرجل ادى لك�리 اكúltم قال لك المين سيستم اللي هتستخدمه بالمنظر ده بص اول حاجة تشوفه اول مرة تشوفه من منظر ده ايه ده قال لك ده كنتينوز سبان كنتينوز سبان ترس كنتينوز سبان يعني عندي بدل ما هو ترس واحد بدل ما هو سيستم ترس زي ده كده هو عادي لأ حط واحد جنبي واحد تاني جنبي اهو عادي جدا ايه مشكلة انا هيروسه في الاتجاه ده ان العرض ده كبير عرض 68 فقال لك خلاص ده 24 ده 24 وده ايه 20 ده من دولك راجل بيقول لك انا استخدمت السيستم ده رسيلي السيستم ده 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 السؤال انت هترسه ازاي عادي مفيش مشاكل هترسه كده سبيسينج تمانية يبقى ده 24 يبقى عندي تلاتة سبيسينج تحت بعد ما وصلت هنا زي ما اتفقنا هتوم عامل آآ او هيفي بيم هنا وهيفي بيم هما على حسب هيفي بيم وهيفي ترس على حسب لو كان اللي سبان بتاعي 18 متر او اقل يمشي ايه بيم لو كان اكتر يعمل ايه ترس زي ما اتكلمنا فين في الفيديو بتاع سبيشيال لقوت واحد وارجع له و وارسمه ارسم اي اي حاجة بده لك في فيديو هنا ترسمه انا شغل المهم بدأ الراجل ايه يروس طبعا عندي عمود الثاني الثالث الرابع عمود الثالث الرابع اربعة عمدان فبدأنا نروس العمدان بتاعته اهي اهو الاصفر دي العمدان تمام رص سبيسينج تمانية يعني دي كاته 24 بقى ثلاثة سبيسينج اهي تمام بروس هو الراجل وبقى ثلاثة سبيسينج بقى ثلاثة سبيسينج الرمّة هنا الايه الطبعه لي جاك هنا فين thirds وننان منطقة دي بس. ده وده. طيب ده ايه? لا مش فارغ معاه باش مهندس ده اصلا ده الايه? ده بتاعها. طب هنا اسيبها مدورة ولا اعمل عمود وطلع منه نص اي ولا ايه كاملة عايز تعملها مدورة باش مهندس عادة فيش مشاكل. يبقى عندك دلوقتي عمود مدور ان اهو شايل ايه شايل منظر ده. بحيث برضه يكون شكل جمالي برضه في ايه في المثلث ده. عايز تعمله مسلا عمود مسلا فيه طبعا شكل اه كنا اشتغلته عليه في معكم. اهو مسلا. اهو مسلا عايز تعمل عمود بالشكل ده. ما فيش مشاكل. بحيث من هنا الترس. وشايل من هنا الترس. ومن هنا تشايل ايه? مسلا او بزوية الميل اللي تعمله. بزوية ميل كده هو مسلا تشايل الجاك. بحيث ايه من شجر قرص. عادي براحتك. بس اللي انت هترسمه. اللي انت هترسمه هتكتب لي الايه? الداة بتاعته تكون مزبوطة يعني. فهو الاخر بنتعلم يعني. المهم ده بالنسبة الايه للترس. وما منوع تحط ايه اعمدة هنا هنا هنا. طيب انا طلبت منك واحد. واحد اللي هو ده ارسمه لك. ده بقول لك كمبليتا برينس. كمل لي واحد. كمله لي. هتحط بقى هتقسمها ان ترسل ده لي ترسل براحتك. ارتفاعاتك. المنسيب بتاعتك. التهشيرك. اللي لدي كلها. طبعا هنا برضه انا مش هطط لك البريسنج. لان ايه انت خلاص انت فاهم. تحط بريسنج هنا مسلا وحط هنا مسلا وحط هنا وحط هنا مسلا. ما تكونش مسافة بين البريسنج والتاني ما تتعداش الكمل خمسة وعشرين لتلاتين متر. اه مسلا انا عادي سكشن هنا اهو. عادي خالص. السيكشن مسلا على الاكس ده. قلتلك بنرسم الاكس. ننزل نسقطه. لقنا ايه قدي قدي سيستم. يبان لي كامل. واد سيستم بن لكامل. واد السيستم يبان لي ابشمهندس. يبان لي حتة وحتة ومتشال على ايه? كانت ليفر صغير متشال على ايه? متشال على اي ومتشال على اي. متشال على اي ومتشال على يا باشماندس اي. الاي دي اللي هي ليه? طيب مسافة دي كبيرة شوية مش تبقى اي بقى تبقى ايه هتبقى 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 وترجع للفيديو اللي فات وازاي انه خليه اكبر من الدبس ده. حركة كده بنعملها وبنيون معينة والكلام ده. طيب وده هيكون اتنين وده فاضية طبعا لان انا اخدت الاكس فين? الاكس في الفويت. طبعا ده اه ارسم ده تاني. ارسم ده تانى واحط على مديل هنو. وعموديل هنا وعموديل انديجيبل هنا. وعموديل انديجيبل ليبقى ده بتاعي. واحط الطوب بلاس والصاج بتاعي والدنيا تمام? ارسم الصيد ده باشممهندس الصيد فيو عادي خالص يمكنه هن Bulwش ايه جديد. صيد فيو عادي خالص على الاكس ده. طبعا ترسم اكس اتا باشمهندس. يعني اي حاجة ترسمه. يعني اي حاجة ترسمهready اكس ليده وتقول لي ده اكس كزا. يعني ده تحط لي هنا خط وتقول لي ده اكس مثلا واحد يعني لما انا اقول لك رسم لي سيكشن اتنين اه حلو كلمة سيكشن اتنين بس تخليها اكس عشان تريحها كفر رسم اه نفس القصة هنا هو برضو اندي جيبل سريع عمودين هنا هو بقى اندي جيبل مش محتاج ايه هابد كتير هنا برضو ده سايد فيو عادي مفوش اي مشاكل طيب اه باش هونس انا بس انا بفتح لك دماجك انك انت لو عندك فويد جوه انت عرف تعمل ايه هوصل والله العمدان دي كلها بايه بجاكات وارص عادي خالص واشوف للي هيطلع من الرصة دي هرسمه طيب يعني انا ممكن اجيب لك في النصة انه اه الفويد دي مسلا تكون مربعة الصالة بتاعي يكون مستطيل اه عادي يفيش فرق يعني احط هنا وهنا مثلا وهنا عادي مكمل وهنا من سيستم عادي مكمل والهي ده هيشيل شوية العمدان دي والهي ده هيشيل شوية الايه من سيستم دي مفيش مشاكل طيب لو جات لك مدورة لو جات لك مدورة بشمندس مفيش اي مشاكل وهي كاتلي مدورة بس الرجل حطتلي ايه بشمندس وحطتلي ايه دائرية الفويد الدائرية بس الرجل حطتلي هنا عمود وهنا 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 عمود دي الممكن Barcelona فيها العمدان هتوصل ابيلهم بايه بهيفيترست او ج eviden Stephanie وترمي عليها لايه من سيستم عايز ت tears على نفس الرسمة دي تحط مرة مضاقر ومرة مربع مرة شكله خميس شكله ستاسي مفيش اي مشكلة ولكن دي فكرة مهمة جدا وحاجة حلو قوي لان دي مثلا لو انت كعمارة طبعا تفيد عمارة اكتر طبعا مادة انت المادة دي بتاعتك يعني كعمارة هتفيدك في الحوارات الرسم ان اي مول مثلا بيكون اه في النص مثلا زي مثلا يعني الكيس اللي انا بكلمك فيها دي ده الابن اير مول في اين في مدينتي المنطقة اللي في النص دي فويد مفتوحة كده هو للسمة وفي هنا ايه هنا فورة صغيرة كده ايه بترقص مهم يعني ايه دي كانت الشكل بتاعها كان مدور طب ده انا هتقول لك مسلس انت جرب لو مدور هتعمل ايه اه طبعا مدور هتديك اماكن الاعمدة برضو هتوصل بي لها مشاكات والت بتروس عادي اه موضوع بس هي الفكرة بسيطة طيب ده كده بالنسبة الايه للفكرة بتاعت لو انا عندي فويد في النص اتعامل معها ازاي طيب تعالى نروح اه برضو عشان ايه ده تلتاشر ده كويس تعالى نروح نعمل ايه تعالى نشوف لو انا جات لي مسألة تعالى بس ننقل من ونشوف الكنكشن لو انا جات لي مسألة الكنكشن بالمنظر ده باشمهندس ومتمديك الجدول اللي فيه اللي هي ودي فرص واحد فرص اتنين فرص تلاتة فرص اربعة فرص خمسة ودي زاوية هنا ودي زاوية هنا وبقول لك مسأل اعمل تشوز لكل المنبرات اللي في الكنكشن دي واعمل ديزاين للكنكشن فاته محتاج ايه محتاج تجيب الديزاين فرص تقول لها كيس ايه ولا كيس بيه بس بص انا لعبت معاك فيه قلتلك ان انا عارك معاك اف واحد ومعاك اف اتنين ومعاك اف اربعة مديك اف واحد واف اتنين واف اربعة بس مش مديك اف تلاتة ولا مديك ايه باشمهندس اف خمسة بس مديك تمام طيب يبقى انت كده هتعمل ايه هتخش ركز معاي انا معاي الزاوية تمام حط في مكحة قصة التحليل معاي اف واحد واف اتنين وايه واف او انت دي راتي متدايق وانا بقول كده مهم معاك اف واحد واف اتنين واف اربعة بس معاكش اف تلاتة واف ايه خمسة اجيبهم ازاي بقى او اجيبهم اصلا ازاي يعني هل هروح اخلص دي واجيب ازام فرص دي واز ازيان فرص دي واز ازايان فرص الدي بعدين احطهم هنا وابن احلل هو اجيب اف تلاتة و اف خمسة لأ كانت بتهبت ليه لانا كده ممكن تطلع ازاي ازاي زمت فرص من هنا كيس ايه واطلع من هنا كيس ايه وطلع من هنا كيس بي فازاي هتدخلهم هنا وتعمل ازاي ان ازاي ويجبت اف تلاتة و their 5 حتطلع كيس ايه ايه ولا كيس بيه ما أنت عندك حاجات هنا مخلطة من كيس ايه و كيس بي قالك لا الحال ان انا اخش بالديد لود. احط فورص بتاعة بديد لود وحلل واجيب الاف تلاتة واف خمسة ديد لود. واحط الفرص بستادة. واحلل واجيب الاف تلاتة لايف لود وف خمسة لايف لود وهكزا. فعملت الجدول ده كامل بشكل ده ولايف وندليفت وندرائت. اخش بقى بعد كده اجيب كيس ايه وكيس بيو واشوف الديزاين. تعال نشوف. يبقى انا دواجتي في حالة هوم حوات تسعة الفرص ف واحد بتسعة وف اتنين بخمس تاشر وف وارح احل لصميشن F of Y اللي هي F3 المفروض هتساوي ايه? هتساوي F2 صين تسعة وتلاتين درجة زائد F4 صين اتنين آآ تمانية وعشرين درجة. يبقى انت معك F2 ومعك F4 تعرف تجيب ايه من من دي? F3 تمام? طيب. بالنسبة للF5 باشماندس هنجيب صميشن F of X. يبقى F1 اللي هي بكام معي بتسعة زائد F2 اللي هي بكام بخمستاشر في كوزين آآ تسعة وتلاتين درجة ناقص F4 اللي هي باربعة في كوزين تمانية وعشرين درجة. الكلام ده آآ ناقص F5 بيساوي سفر. ومن هنا هتعرف تجيب ايه باشماندس F5. يبقى للديد لود من لما استخدمت دي وحططها على الكنيكشن عرفت اجيب F3 وعرفت اجيب F5. طيب نفس القصة دي هعملها للايف لود. نفس القصة دي هعملها الويند ليفت. نفس القصة دي هعملها الويند رايت. لقيت نفسي كملت F3 و F5 في الجدول ده. مثلا انا حطيتهم اتنين واثنين واحد وتسعة سالب خمسة وسالب ستة. انا الارقام دي مش مزبوطة بس انت روح مثلا ايه حلم مسألتي وجربها. طيب مطلوب ايه بعد كده باشماندس. هاهم رايح معي الديد واللايف واند ليفت واند رايت. انا كل ده عايز اعمل ايه? عايز اعمل تشوز للمنبرات دي. عشان لقوم معي الانجل ومعي الفورس. وروح اجيب خط اللحم لكل ايه? لكل انجل وارسم ايه? الانجل بتاعتي. او روح اجيب عدد المسامير وارسم المهم. احيز اعمل تشوز فمحتاج اجيب ديزاين فورس. فاول حاجة هعملها يا باشماندس ان انا هقوم رايح. جاب كيس ايه? اجمعت دي زائد اللايف. وكيس بي قلنا هي اربع حالات. كيس ايه? اجمعت دي زائد اللايف بقى تسعة زائد عشر بكام بتسعتاشر. الخمستاشر زائد سعتاشر بكام? مش عارف فوربعه تلاتين او ليه. المهم هتقوم رايح انا انا هو جايه بقاء كيس بي. كيس بي اربح حالات قلنا. الديد واللايف وندليفت. ادد واللايف وندرايت. الديد واللايف وندليفت والديد وايه وندرايت. دد لايف وندرائت. ديNE وون DI wild and right. واتقوم رايح مجمع الجدول ده مال الجدول ده بتاعك. طيب بعدين هتبقى معامل ايه? هتشوف كيس ايه اللي عندك دي. هل هي مجب ولا سالب? مجب. يبقى اكتبها هنا تاني. طب لو ايه? لو لو هي مجب خلاص يبقى دي بصفر. طب هل هي لو هي سالبة يا باش مهندس? هتبقى هي تكتبها هنا هو. وتبقى المجب ايه بصفر? لان اللي عندي كيس ايه? اصلا هو عمود واحد بس. تمام? طيب. كيس بي بقى كيس بي لأ. عندي اربع اربع ايه? اربع اه اربع سلز. يبقى اه مسلا لو عندي اتنين مجب واتنين سالب. يعني مسلا عندي اه تسعة وسالب اربعة وخمسة وسالب اتنين. يبقى المكسل في كام تسعة? ومكسل في كام سالب اربعة? اكتب هنا تسعة وهنا سالب ايه اربعة. وهكزا هعمل في كله. وزي ما اتفقنا ان احنا هنقسم. هنعمل التشيك بتاعنا على المجب. هنقسم الاف بي مجب على الف اي مجب. وهنقسم الف بي سالب على الف اي سالب. هعمل التشيك المجب بتاعي. واعمل التشيك اللي ابش باندي ايه السالب بتاعي. المفروض لو الف بي على الف اي بتوع اكبر من او يساوي الواحد اتنين من عشرة يعني تخطي الواحد اتنين من عشرة او يساويها بستخدم الفرس بتاعت كيس ايه او imaginar كيس بي. طيب لو تلا بتقال بستخدم الفرس بتاعت كيس ايو في الحالة دي انت كده جيبت لكل ميبر من دول attracted اعرف اخش اعمل تشوز التنشن تنشن او كمبريشن كمبريشن بنعكس اي او كيس بي تعمل تشوز للمنبر فيهم وتقوم رايح جاي بخط اللحام وايه وعدد المسامير اه ده كده خلص ده كده كفكرة لسؤال ايه الكنيكشن اه حد عندي سؤال انت بتكلمنا اربعة عشرين ساعة يعني باش محتاج توصيع يعني اه اه اخر حاجة لا مفيش حاجة تمام تمام يلا شكرا